أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تطوير حضائق الفستات يعد أحد أهم مشروعات تطوير المنطقة التاريخية والأثرية التي تنفذها الدولة حيث يوفر متنفسا في قلب العاصمة ويتضمن مناطق تراثية وترفيهية وثقافية تحقق تجربة سياحية فريدة للزوار والسائحين وخلال تفقده أعمال تنفيذ مشروع تطوير حضائق الفستات ونجه رئيس الوزراء بتسريع أعمال الزراعات كما ناقش مع المسؤولين عن المشروع بعض جوانب البنية التحتية وتضمنت جولة رئيس الوزراء المنطقة الثقافية والتي تعد إحدى ثماني مناطق رئيسية يتضمنها المشروع ويتم إنشاؤها على المجرى المائي الرابط بين ساحة مسجد عمر بن العاص وبحيرة عين الحياة كذلك قام رئيس الوزراء بتفقد أعمال الترميم ورفع الكفاءة لمسجد جامع عمر بن العاص استعدادا لشهر رمضان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر